مجلس النواب وعلى صفحات التاريخ الوطني الناصع وبسطور من ذهب لن ينسى لهم شعب مملكة البحرين ما جادوا به من أجل رفعة البلاد والدفاع عن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والذود عن كرامة وحق الأمة العربية من التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية وعرب رئيس مجلس النواب عن عظيم شكره وخالص امتنانه للأمر الملكي السامي من لدني جلالة الملك المفدة في تخصيص يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام وتزامنا مع احتفال مملكة البحرين بالعيد الوطني وذكرى جلوس الملك المفدة ليكون هذا اليوم هو يوم للوطني ورد الجميل والوفاء لأهل التضحية والفداء من الشهداء الأبرار والجنود البواسل تقديرا وعرفانا بمكانة شهداء الواجب الوطني في ضمير ووجدان الجميع وأكد الملة أن مجلس النواب يجدد دعمه التام وثقته المطلقة بمؤسسة قوة دفاع البحرين ورجالها الكرام بقيادة معالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وما تشهده المؤسسة العسكرية من تطور رفيع وتحديث متميز وما وصلت له من تقدم ملحوظ في كافة الجوانب العسكرية باعتبارها مؤسسة وطنية لصنع الرجال والجنود البواسل تدافع عن الوطن والمواطنين وحماية مكتسباته ومنجزاته الحضارية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة كما ويسجل المجلس شكره وتقديره للمؤسسة الأمنية والشراطية بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ولكافة رجال الأمن الوطني ورجال حفظ الأمن والنظام في كافة مواقعهم ولرجال الحرس الوطني برئاسة الفريق الركن سبو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وكافة منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين سائلا الله تعالى بأن يتغمد شهداء الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر